سلام عليكم أصدقائي أنا سزار برحب بكم في قناتي سزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع هذا الفيديو طلبتوه مني كثير اللي هو ليش ما عملت مراجعة عن الجالكسي 24 ألترا وليش ما عملت مراجعة عن الآيفون 15 برو ماكس بصراحة اشتريتهم متأخر يعني اشتريتهم بعد شهرين من لا السامسون مش بعد شهرين أقل ولكن على الأقل الآيفون اشتريته بعد شهرين أو ثلاثة من صدوره كل الناس عملت كل أنواع الفيديوهات وخلصوا عن الموضوع والجالكسي لما وصلني كان صاير شهر ونص يعني نازل فبرضو كل الناس حكت عنه فحسيت أنه ايش بدي أعمل مش عارف بدي أعمل برضو مراجعة ممكن ما تكونش مهمة على كل حل ببعدكم التالي بدي أعطيكم تجربتي هيكة يعني زبدة الزبدة بالتجربة لهذا الجهازين وأيضا رح أعمل الفيديو بس مقارنة كاميرات بين الجهازين لأن هناك في فروقات يكون هيك إن شاء الله أني أنصفتكم وما ظلمتكم بإذنه تعالى فخلوا الفيديو تبع الكاميرات بعد العيد إن شاء الله على الأقل بيحكيكم عن تجربتي مع هذول الجهازين ومباشرة بدي أحكي لكو أكون صادق معكم يعني هاي الجهازين شو بتختاري السزار من الجهازين مباشرة ما فيش يعني ما بترددش أبدا هذا الجهاز أصلا جهاز الأساسي هذا الجهاز الرسمي هذا الجهاز اللي باستخدمه في كل مكان بالنسبة لهذا حيكون أفضل جهاز استخدمته فعليا هذا أروع جهاز أنا عن جد استخدمته واشتريته سامسونج S 24 ألترا جهاز متكامل هذا لا يعني إنه هذا الجهاز سيء أنا ما بحكي إنه سيء يا أخوان لا لكن خلص القلب وما يهوى القلب يهوى هذا الجهاز فخليني نحكي بعض التفاصيل من ناحية التصميمية أنا بالنسبة لي صحيح هذا أضخم من الآيفون بس شكلا أحلى وبالذات أنا اخترت اللون هذا مع السواد الكاميرات وشكله المستطيل والشاشة الفلات مريح وحيلو هذا مش سيء أبدا يعني هو فخم بس يعني ما حستش يعني بفروقات كثير لما انتقلت من آيفون 13 برو ماكس لهذا الجهاز ما حست فرق هذا قارنته مع ال S 22 حست أنه هذا أجمل مع ال S 23 ألترا ما في فرق بتحسش أنه إذا معك S 23 ألترا ما تجيب ما تجيب هذا الجهاز خلص طيب فمن ناحية التصميمية أنا بختار هذا الجهاز لأنه أجمل وجود القلم بالنسبة لي مريح كثير بحتاج أني أوقع documents بيجي هنا بسرعة القلم بحل المشكلة عادة عن ذلك القلم ممكن تستخدمه كريموت كنترول هاي ميزة برضو مهمة بنسبة للشاشات كلا الشاشتين رائعتين وكلا السطوع الرائعين والألوان يعني رائعة ما عندكاش أي مشكلة بأي شاشة بصراحة اللي بيحكي هادي أفضل من هاي يعني بديكون شوي هيك داخل وبدق كثير الشاشتين رائعتين إذا بتدور على الشاشات هذول الجهازين بقدموا شاشات رائعة فما عندي مشاكل مع الجهازين صحيح أنا بفضل دايما أن الجالكسي بس يعني كلا الشاشتين رائعتين ما في مشاكل يا إخوان الأداء جهازين خرافيين هذول يعني متوحشين بالنسبة للأداء شو ما تشغل؟ أي ألعاب اللي بدك إياها رح تأخذهم بسهولة وسلاسة بدك تضيف هون إنه سامسون كثير ركزت على الذكاء الاصطناعي بتشوف الذكاء الاصطناعي بكل شيء والذكاء الاصطناعي أنا بالنسبة لي من ناحية الصور استخدمتوا كثير لمعالجة الصور من ناحية الترجمة برضو فادني من ناحية ديني أحكي تلفون مع حدا بلغة مختلفة ما استخدمتوش بالمرة لكن وجود الذكاء الاصطناعي هون بلشت أحس مع الواجهة تبعت سامسون إنه عملي موجود ذكاء الاصطناعي أكيد مع الآيفون بس مش دي تواجده مع الغالكسي حنشوف بالآيفون 16 برو ماكس تركيز خاصة على الذكاء الاصطناعي فهون أتوقع للذكاء الاصطناعي ميزة جيدة بالنسبة للسوفتور هنا نقطة مهمة ننتقل للسوفتور أنا أعشق أندرويد أعشق النظام المفتوح وأعشق الكستمايزيشن وبظلني أرجع لأندرويد وبظلني أغير فيه بالشكل واجهة السامسون من أنضج الواجهات وأفضلهم والأبديتس خرافية وطويلة حتكون فتجربة السامسونج لحاله حبلش إن شاء الله بعد العيد حبلش أعمل فيديوهات قصيرة بس عن الواجهة لأنها غنية جدا جدا واللي بيحكي نواجهة سامسونج مش كويسة أنا بكون مش فاهم ليش بيحكي هيك عن جد أنا مش فاهم واللي بيحكي نو سامسونج أجهزة تعبانة إذا حكيت عن أجهزة المتوسطة بكون فاهم عليك لكن لما بتحكي يعني الاس 24 ألترا لا بكونش فاهم عليك أنا بالنسبة لهذا أقوى جهاز وأفضل جهاز جربته تمام؟ الآيفون والآيو اس أنا ما بحبه لكن مع التطبيقات يمكن تأخذ أفضل تطبيقات مع الآيو اس يعني أنا مثلا تطبيقات البنك التطبيقات الحكومية أي شيء أساسي ما استخدمه بشكل دائم بخليه على الآيفون صراحة لأنه التجربة هناك دائما أفضل مش معنى أنه هناك مش شغلين على الأندرويد لا إن أنا كان لازم أختار وين أحط تطبيقات البنك تبعتي والحكومية على الجهازين لا بدي جهاز واحد اخترت الآيفون لأني بغيرهش كثير بالعادة الأندرويد بغيره كثير فما حطته على الجالكسي لكن باقي تطبيقاتي كلها أكيد على الجالكسي بالنسبة للسوشال ميديا صراحة كثير متحسن كثير تحسن تجربة السوشال ميديا على الأندرويد مع الجالكسي يمكن هاي أفضل تجربة ممكن تخيلها على السوشال ميديا الجالكسي والبيكسل بس الآيفون ساتوا أفضل بالسوشال ميديا مش رح نختفع هذا الموضوع إخوان ولكن أكيد أنا بختار أندرويد وبشجع أنك تشتري أندرويد لكن إذا أنت طول عمرك تستخدم آيفون أكيد ما رح يعجبك إلا الآيفون وهذا الديبيت النقاش والجدال اللي بيتمين أفضل هيظلوا دائما موجود أنت يا أخي اختار اللي أنت بتحبه أكثر أنا بحب سامسونج أنا بحب جالكسي وبحب أندرويد خلص ما بحكي أنه هذا سيء عمري ما رح أحكي أنه هذا الآيفون سيء لكن أنا برتاح مع أندرويد بروح أندرويد خلص لكن بظلوا موجود معي ليش موجود معاي؟ لأنه باستخدموا إلى الفيديو أكيد وللسوشيال ميديا نعم ولحسابات البنك وما إلا ذلك نعم طيب الكاميرات رح يكون فيه فيديو بس مقارنة كاميرات لكن باختصار إذا أنت بدك جهاز من عالم أندرويد كاميرا خرافية جالكسي يا بس رح أحكي أكثر من هيك أنت بتحب آيفون أكيدك تأخذ الآيفون الكاميرا بايدا ويه عشان تكون بصورك بس تلمحة سريعة مرة وحدة شفت الآيفون بتغلب على الجالكسي بس مش بالتصوير الفوتوغرافي بالفيديو كالعادة وبالفيديو الليلي كمان مش بس بالفيديو العادي بالفيديو الليلي تغلب على الجالكسي فإذا أنت بتحب الفيديو كثير كثير وهذا أهم إشي عندك الآيفون بالفيديو أفضل بالنسبة للصوت صراحة الصوت عند كل الجهازين رائع ما عنديش مشاكل بالنسبة للبطارية الآيفون أفضل بطارية السامسون أعتبرها ممتازة يعني بتكفيني بالعادي يوم كامل كل يوم بتكفيني يوم كامل ولكن لو صاري عندي يوم ضغط وتصوير كثير لأ البطارية بكون بحاجة للشحن الآيفون أقوى في البطارية بتستمر أكثر هل هاي مشكلة؟ الله ما أعتقد أنها مشكلة بصراحة لأنه يعني أنا بطارية السامسون اللي أنا بشتغلها طول اليوم طول اليوم بشتغلها ليه كفيتني يومي كامل فأعتقد أنه هذا مش إشكالية وكلها ما بيدعم الشحن إلا سلكي والشحن السريع مهم الثلاثة هم مش قويين يعني 25 واط أو 45 واط سامسون 5 واط فأنا بعتقد أنه سامسون أفضل لكن لو بستك تعتمد على قدرة البطارية الآيفون أفضل والأسعار متقاربة في النهاية يا إخوان تجربتي كانت مع سامسون كثير إيجابية هذا الجهاز فعليا رائع حاولت بالفترة الماضية وأنا بستخدم الجهاز أدور على مشاكل أحكي عنها لأنه أنتو بتكون يعني التجربة كاملة ما صار معاي مشاكل طبعا في أخبار وناس عملت ريبورتس أنه في مشاكل في مشاكل هاردوير في مشاكل سوفتوير أنا شخصيا ما واجهت هاي المشاكل فصعب أحكي لكن بوعدكم إذا واجهت مشكلة رح أحكي عنها هذا أفضل هاتف حيكون لعام عشرين أربع وعشرين من غير حتى ما أستنى الجوجل بيكسل إخوان أم متأكد أتمنى تكونوا استفدتم يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء